مين فينا؟ ما تفرجش على كارتون سبونج بوب واتمنى في يوم يأكل سلطع بيرجر أحلى بيرجر في قعين هامور كلها كلنا طيب النهاردة هخليك تتصدم في البرجر ده وتعرف هو بيتعامل من إيه وليه مستر سلطع منع أي حد يشوف الوصفة السرية أو يعرفها اللي مهما حاول شامشون يختراع زيها مش بيعرف كمان هنعرف إن مستر سلطع هو مجرم حقيقي كل هم الفلوس وعشان كده عمل جريمته وهو ضميره مرتاح يلا نبدأ في أكتر نظريات كارتون سبونج بوب سودوية في كارتون لأن المؤلفين والرسامين عارفين اللي بيتفرج أطفال ولازم الأطفال عشان تتعلق بشخصيات القصة وتحب التابع الكارتون لازم يكون فيه قلب ثابت عن أي شخصية بيتميزوا عن باقي الشخصيات مش بس الشكل وده اللي بيشوفه في شخصيات سبونج بوب اللي بيمثل حياة بحرية لكائنات البحر بتلاقي مثلا سبونج بوب هو معروف أنه طيب وبيحب يساد ويهزر ويدحك وشفيق واحد انتواقي بيحب العزلة والجدية وبيقرأ الصوت العالي وبسيط صديق سبونج بوب الغبي لكنه بيحب سبونج بوب جدا وبيحب يقعد ويلعب معاه وكذا كمان شمشون اللي هدفه في الحياة يوصل للوصفة السرية اللي هتحقق له الغنى والنجاح ومستر سلطع طموع الفلوس والبخين في نفس الوقت اللي منع شمشون اللي يوصل لوصفته السرية اللي هي سر شهرة ونجاح سلطع بيرجر وده بيأكده الكاتب في كل حلقة من الكارتون عشان ما يحتاجش الكاتب يعرف كل شخصية نفزيا هو بيعرفها فعلا لكن من خلال أحداث الكارتون في كارتون سبونج بوب دايما هتلاقي ان كل شخصيات الكارتون ليهم آباء وأمهات شبههم يعني مثلا سبونج بوب أبوه أمه شبهه وبسيط برضو أبوه أمه شبهه وشفيق ممتو حبار زيه ده حتى مستر سلطع لما ظهرت أمه في الكارتون كانت عبارة عن سلطعون وده معناه ان الكاتب أكد على الناس ان دول أباءهم بدليل انهم شبههم طيب نيجي الموضوع حلقتنا النهاردة ليه لقلقة الوحيدة اللي أبوها واللي هو مستر سلطع مش شبهها بمنطق الكارتون نفسه ازاي هي حوت وأبوها سلطعون وتولي الكارتون بتقول له يا بابا وهو بيقول انها بنته تعال اقول لك الحقيقة ارجع بذكرياتك افتكر كم مرة مستر سلطع رفض يدي حد فلوس ولو حتى هياخد قصادها مقابل وفي كم حلقة تانية كان بينام مستر سلطع وسط الفلوس أو يقعد في مكتبه بيعدها كتير صح؟ طيب شخصية زي مستر سلطع لو جات قدامه صفقة بمليون جنيه هيقول لأ أكيد لأ ده معناه ان مستر سلطع ممكن يعمل أي حاجة بمعنى أي حاجة عشان يوصل للفلوس طيب ايه هي الوصفة السرية اللي هي سبب نجاح مستر سلطع مصدر داخل مستر سلطع الأساسي هو مطعمه مكرمشات سلطع أشهر مطاعم قاع الهامور واللي ما ما حاول شمشون يقلده بعلمه واختراعاته مش بيعرف وليه شمشون هدفه في الحياة يوصل للوصفة السرية كده بعض الناس بتقول ان مستر سلطع أتى العيلته كلها وعمل من لحمهم سلطع بيرجر عشان كده ما ظهرش سلطعونات غيره طول حلقات الأسلسل وده يا صديقي مش حقيقي لانه ظهر سلطعونات كتيرة أثناء الحلقات وده بيقول ان برضو الوصفة السرية مش هي السلطعونات طيب منين اللحم اللي بتعامل منه البرجر النظرية بتقول ان البرجر هو لحم الحتان طبعا انت مستغرب شوية بس خليك معايا للآخر شفيق في الموسم الثالث سبوتش بوب خلا يدوق سلطع بيرجر لأول مرة وأول لما أكل منه أدمن عليه ومقدرش يبطل يكله وفي نفس الحلقة زهنة خزنة ضخمة جدا لما شفيق بيفتحها بيلاقي مئات السلطع بيرجر اللي جاهزة للآخر يعني ليه مستر سلطع يخلي سبوتش بوب يطبخ آلاف السلطع بيرجر ويشيلها في الخزنة دي النظرية بتقول ان مستر سلطع هو اللي قتل أم لقلقة وان سلطع بيرجر معمول من لحمها ومستر سلطع عشان يداري على جريمته دي عمل مطعم يبيع في لحمها لكن لأ بعد كده ان الموضوع مربح وخلاه غني جدا طبعا ده سبب رئيسي انه يخبي الوصفة السرية عشان خايف على فضحته لما شاف مستر سلطع بعينه قديه بقى غني وهو عايز يستمر في الصراء ده أخذ لقلقة بنتها عشان يربيها وتكبر وهي فكرة أبوها أصلي مش معقول واحد بالأنانية دي مثلا هيروح يربي حوت ويتبناه وطبعا لما يخلص لحم أمها هيجي الدور على لقلقة طبعا سمعك بتقول وكل السنين دي يعني لحم أم لقلقة مخلصش هقولك لأن الحيتان بعيدا عن الكارتون حجمها ضخم جدا ولقلقة أصلا في الكارتون بنلاحظ تصرفتها الطفولية جدا وبما إننا قلنا إن الكاتب دايما بيعرفنا على الشخصيات من خلال أحداث الكارتون نفسه فده معناه إن لقلقة طفلة زويرة وإن كل ما تكبر أكتر كل ما هيكون لحمها أكبر زي ما المراعي في أوروبا بتعمل مع الأغنام والحيوانات وده معناه إنه بيعامل لقلقة كده عشان يضمن إن دلاله ليها دلو دفع مليون يبقى تسيب له عشرة مليون قصادها استثمار يعني مش قرم أو تدليل أو كده كل ما نفسيتها تكون مرتاحة أكتر حققت له رخاء أكبر نيجل شمشون شمشون معروف إنه زكي جدا يعني تختلف أو تتطفق هو شخصية زكية جدا بيعمل روبوتات واختراعات بشكل دائم فإيه اللي يهمه في وصفة يعني ما هو يقدر بزكاءه ده يحقق أسره بطريقة مختلفة ده إن ما كانش سري أصلا ده بيودينا إن شمشون ممكن يكون عارف عن قتل أمه لقلقة وإنه بيتظاهر بالغباء عشان يقدر يوصل لها ويكشف حقيقة مستر سلطع قدام العالم وده بيقول إن شمشون مش شرير زي ما ظهر لنا وإنه كان شخصية طيبة مظلومة ده حتى في النسخة الإنجليزية من الكرتون مستر سلطع لما بيجي يحلف مش بيقول يا إلهي مثلا بيقول ده حق أمه لقلقة لإن الفلوس محور حياته وهي السبب الأساسي فيها كلها في إحدى الحلقات اللي ظهر فيها بيت مستر سلطع ظهر فيها أدوات بتدل إنه كان بحار ومن ضمن الأدوات دي كانت لوحة أو صورة فيها حوت كبير والبحارين معروفين بمعاراتهم في الصيد وده معناه إن ممكن أمه لقلقة اتقتلت من صياد طيب من الرأيك مين الصياد اللي احنا عرفناه في الكرتون الصياد هو مستر سلطع والدليل في بيته هو كل الأدوات الخاصة بالصيد والبحث وأصلا خلال حلقات الكرتون بيظهر أصدقاء مستر سلطع الكدامى واللي هم بحارين زيه وإن مستر سلطع كان مشهور في الأساس كبحار وصياد طيب واحد بيحب مجال معين وبيشتغل فيه فجأة يتحول لمجال تاني خالص ليه وليه كان بيجمع في سوار حيتان وليه هو بالرغم منه طموعة وبيسعى دايما للفلوس بيربي حوت ما يعرفش عنه حاجة وليه هو بيحقق الدلال والسعادة بالفلوس اللي هو بيحبها لحوت ما يعرفش عنه حاجة في حلقة في الكرتون سبونج بوب كان بيدخل في الأحلام زي حلم بسيط وغيرهم في الحلقة دخل في حلم مستر سلطع ولقاء قاعد بيستطف قارب في البحر وقال جملة بتزدت النظرية اللي أنا بحكي لك عنها الكلمة موبي دولار فاش معنى كلمة موبي دولار الكلمة اللي قالها مستر سلطع هي اقتباس من رواية اسمها موبي ديك رواية بتتكلم عن بحارة كل هدفهم انهم يصطادوا حيتان فليه هو يقول موبي دولار كلمة موبي هي اسم مش معناه حاجة لو بحثت عنها واسم الرواية كانت لإسم حوت اسمه موبي ديك واللي كانت أحداث الرواية الإنجليزية القديمة بتتكلم عن مجموعة قراصمة وبحارة بيدوروا انهم يصطادوا الحوت ده اذا كانت مقصود بكلمة موبي دولار هي الحوت اللي هو بيحقق له الدولار وده بيرجعنا لنظرية انه مهووس باستيواض الحيتان اللي منهم أم لقلقة ومن هنا نتأكد ان سلطع برجر معمول من لحم الحيتان وان مستر سلطع هو اللي قتل أم لقلقة طيب فين أبو لقلقة؟ تعالوا كده نرجع نفكر اللاقي مفيش ولا حوت شبه لقلقة ان الحوت السجين واسم نوع الحوت ده هو وهم الوحيدين في الكارتون اللي شبه بعض في أحد الحلقات من سبوتش بوب حلقة الوروب من السجن كانت شامشون واللي معاه في الزنزانة كانوا عايزين يهربوا من السجن عشان يقدروا يسرقوا وصفة سلطع برجر في أحد الحلقات كانت لقلقة نيمة على السرير وكانت وراها لوحة اللي حوت بيتسلك الأمواك بمهارة وكانت اللوحة شبه أبو لقلقة اللي هو في السجن طبعا فكرة ان حد يحط سورة حد جنب سريره ده دليل ان هو بيحبه لدرجة ان هو عايز لما يفتحينيه يشوفه فممكن ان هو يكون أبو لقلقة الحقيقي فعلا زي ما بتقول النظرية في الحلقة كمان بتاعت الغروب من السجن كان الحوت هو الوحيد اللي متحمس انه يساعد شامشون في انه يغرب من السجن ويسرق الوصفة كمان هو الوحيد اللي كان بيساعد بدون أي مقابل والوحيد اللي كان متحمس ومتعصب في نفس الوقت انه يسرق الوصفة السرية كأنه عايز يوضح مستر سلطع عشان يقدر يخرج من السجن ويعيش مع بنته تاني طيب السؤال بقى ليه أبو لقلقة أصلا في السجن يعني ايه هو اللي عمله عشان خاطر يدخلوا السجن فالنظرية برضو ما سابتش السؤال ده من غير إجابة وده معناه ان مستر سلطع بعد ما قتل أم لقلقة أبوها عارف وحاول يكشف الحقيقة لكن مستر سلطع كان أسرع منه ولفق له التهمة دي عشان يدخل السجن مكانه عشان يطلع مستر سلطع قدام العالم انه شخص طيب وعطوف عشان بيربي بنت مش بنته ويكشف الحقيقة بتاعت جريمة مش حقيقية للعالم فالناس كمان تحب مستر سلطع ويتشير أكتر في الكرتون وطبعا مستر سلطع خبيس وزاكي جدا عشان يقدر ينجح في الخطة بتاعته دي طبعا انت دلوقتي بتسأل هي طرى لقلقة تعرف ان ابوها قتى الامها على حسب القضية اللي تلفقت لابوها ولا لأ الحقيقة هي ما تعرفش مكانه ولا تعرف انه هو في السجن ولا حتى تعرف موضوع القضية وده لان ممكن ان هي تتواصل معاه وتكتشف الحقيقة وده اللي مش عايزه مستر سلطع اللي هو عايز يبمن ان هي هتفضل موجودة معاه فبقى ابو لقلقة مجرد ذكرى حلوة هي مستنية انها ترجع ما تعرفش هو راح فين ولا مات ولا تسادن ولا هو فين بالزبط ومن هنا نوصل في اخر حلقتنا مين هو قاتل ام لقلقة وايه سر الوصفة السرية وليه شامشون مهووز بيها والاهم عن حياة لقلقة الحزينة جدا وعن حقيقة طبعا بطل قصتنا مستر سلطع وازاي جاب فلوسه وليه هو مهووز بالصيد وفجأة غير مجاله انتو ايه رأيكو في موضوع حلقة النهاردة انا عن نفسي بشوفها نظرية منطقية جدا لكل احداث حلقة المسلسل طبعا تصدقها او ما تصدقهاش دي حاجة ترجعلك لكن احب اقول ان اغلب النظريات هي في الحقيقة من معجبين كبار المسلسل بيتابعوا الحلقات بشكل مستمر فبيلحظوا نقط كتير جدا احنا كمشاهدين عاديين مش بنلاحظها المهم تقول لي رأيكو في حلقة النهاردة وايه رأيكو في سر الوصفة السرية لسلطع بيرجر وفي اخر الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد سلام